اعلن اجتماع اللجنة الفنية المعنية باعادة هيكلة الدعم ان اللجنة تتبنت مبدأ ضرورة تحديد سقف اعلى لدخل الفرد او الاسرة المستحق للدعم الحكومي ويكون المستفيد من الدعم الحكومي مقيما اقامة فعلية في مملكة البحرين بحيث لا تقل فترة اقامته بالمملكة عن ستة اشهر متتالية اكد سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الاول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من اعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب اكد على ضرورة الاتفاق مع الحكومة الموقرة على تحديد معايير وضوابط المحافظة على مستوى دخل الفرد البحريني وتحديد آلية للتحقق من وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعلي مشيرا الى ان اللجنة طلبت من الحكومة مرئياتها بشأن اعادة الهيكلة لبحثها قبل الاجتماع مع ممثل الحكومة في اللجنة الفنية المشتركة ولفت الى ان اللجنة استعرضت آليات الدعم الحكومي في دول مجلس التعاون ومستوى الدعم المقدم للفرد والاسرة مستعينة في ذلك بتجربة البطاقة التموينية في دولة الكويت وتجربة المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم عبر تنفيذ برنامج حساب المواطن الى جانب مقترحات اصحاب السعادة اعضاء مجلسي الشورى والنواب بشأن اعادة هيكلة الدعم قبل ان تقرر تبني تعريف الدعم النقدي بالمبالغ المالية التي تقدمها الدولة لبعض المواطنين دون مقابل المعتمدة في الميزانية والتي تصرف وفقا لشروط ومعايير محددة تتطلبها ضرورة الحياة المعيشية الكريمة لهم مع ضرورة تحديد الحد الادنى من الدخل لتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين ويتم ذلك بناء على حساب معدل وسيط الدخل للأسر البحرينية على ان تتم مراجعته بشكل دوري الى جانب وضع حد اقصى لدخل المواطن لمن يستفيد من الدعم واوضح فخره بان اللجنة تبنت مبدأ ضرورة تحديد سقف اعلى لدخل الفرد او الاسرة المستحق للدعم الحكومي وان يكون المستفيد من الدعم الحكومي مقيما اقامة فعلية في مملكة البحرين بحيث لا تقل فترة اقامته بالمملكة عن ستة اشهر متتالية كما يستثنى من ذلك ابناء البحرينية المتزوجة من اجنبي بشرط اقامتهم الفعلية وبشرط ان لا يستفيد من اعانة اخرى في بلده مضيفا بان المعايير التي ترى اللجنة اهمية مراعاتها ضمن اعادة الهيكلة تتضمن حجم الدخل وعدد واعمار افراد الاسرة واشار الى ان اللجنة استعرضت الردود التي اوردتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تساؤلات اللجنة بشأن المقصود بالدعم وآلية الدعم الحكومي والشرائح المستفيدة والآليات والتدابير لاعادة هيكلة الدعم الحكومي وتحديد معايير الاستحقاق للمستفيدين من الدعم الحكومي وضوابطه وشروطه الى جانب حصر جميع انواع الدعم الذي يحصل عليه المواطن والتشريعات والقرارات الوزارية التنفيذية والاحصائيات والبيانات والارقام المتعلقة بموضوع الدعم فضلا عن حصر جميع مرئيات اعضاء السلطة التشريعية التي تم التوافق عليها يذكر ان اللجنة الفنية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستجتمع يوم الاربعاء المقبل للنظر في مرئيات الحكومة وردودها على التساؤلات التي تقدمت بها اللجنة الفنية المكونة من اعضاء هيئة مكتب مجلسي الشورى والنواب